السلام عليكم يعطيكم العافية اليوم درسنا ان شاء الله رح يكون عن الفضاء والكون الدرس التالت من الفصل التاني اللي هو الفلك وعلوم الفضاء شو يعني فضاء شو يعني كون وأكيد فيه كتير مصطلحات لازم نعرفها بالبداية لما أحكي كون شو المقصود بالكون أو ماذا نعني بالكون هو كل ما هو من فضاء وما يحوي من عدد هائل من المجرات والغبار والغازات يعني الكون طبعا لو بدي أقارن الكون بالفضاء طبعا الكون هو الأكبر طبعا شو يعني الكون هو اللي بيحتوي على الفضاء هي أول إشي ثاني إشي بيحتوي على عدد هائل من المجرات وهلأ كمان شو بنعرف شو يعني مجرة وبالإضافة إلى الغبار والغازات المختلفة طيب هذا بالنسبة للكون شو يعني فضاء فضاء هو عبارة عن المناطق الموجودة بين الكواتب والنجوم وبين المجموعات النجمية المختلفة يعني كواكم مثلا الفراغ او المسافة بين كوكب الارض والزهرة او بين النجوم بين بعضها البعض هاي الفراغ او المسافة اللي بيناتهم هاي منسميها فضاء اما بالنسبة للمجموعة الشمسية واللي احنا تبعين الها من اسمها مجموعة شمسية هي التي تتكون من الشمس النجم طبعا كنا بنعرف شو الفرق بين ولازم نعرف شو الفرق بين النجم وبين الكوكب هلا النجم هو عبارة عن جرم سماوي ولكن مضيق بذاته زي الشمس مضيقة بذاتها نتيجة عدة احتراقات بصير على سطحها بينما الكوكب زي كوكب الارض مثلا هو عبارة عن جرم سماوي ولكن معتم يعني غير مضيق بذاته وانما بيعتمد على النجم في اضاءته تمام طيب اما وحكينا هذا بالنسبة لالشمس فبتدور حوله مجموعة من الكواكب حكيناهم هلا كمان شوي منشوفهم بالترتيب شو يعني الكواكب هي اجرم سماوية معتمة وانما تسمي نضوقها من النجم حكينا احنا نضوقنا من وناخته من الشمس بالاضافة مش بس كمان ان المجموعة الشمسية تتكون من نجم الوحيد اللي هو الشمس تقريبا بشكل 99.86 بالمية من كتلة المجموعة الشمسية وباقي الكواكب والاجام السماوية مختلفة زي الكواكبات والمذنبات والاقمار وغيرها 14% بالمية من باقي خلينا نحكي حجم او كتلة المجموعة الشمسية شليك سميناها المجموعة الشمسية لان الشمس هي الاساس هي المركز هي اللي بتكون موجودة بتدور حولها الكواكب طبعا بانتظام بالاضافة الى وجود زي ما حكينا الكواكبات ومذنبات وغيرها من اجام السماوية الكواكبات هي بتشبه بتركيبها الكوكب بس ولكن اصغر يعني تصغير لكلمة كوكب سموها كواكب اذا عرفنا الكون شو يعني عرفنا الفضاء عرفنا شو يعني المجموعة الشمسية طيب زي ما احنا شايفين عنا هنا هاي مساميها المجموعة شمسية زي ما احنا شايفين هون عندي الشمس هي الاساس لو بدي اقارن كتلتها او حجمة بالباقي طبعا هي اكبر اشيه طبعا اول كوكب عنا عطارت هو اقرب للشمس بعدها عنا الزهرة بعدها زي ما احنا شايفين الارض طبعا هذا القمر اللي احنا مشوفه القمر التابع لكوكب الارض طبعا وعننا هنا المريخ وهي المشتري طبعا هو اكبر الكواكب حجما وزحل زي ما احنا شايفين انه له حلقات وارونوس ونيبتون زي ما احنا شايفين هدولا كواكب النظام الشمسي طبعا حسب ترتيبهم من الاقرب للابعاد اه عن الشمس طبعا نشوف احنا ترتيبنا هو الكوكب التهل يعني تقريبا موقعه اه مناسب له هو كتير قريب من الشمس انه يكون درجة حرارته ومستحيل اللي عيش عليها ولا هو كتير بعيد زي مثلا كوكب نبتون انه يكون متجمد وصعب برضو اللي عيش عليه تمام وصلنا لما علومة او لمفهوم المجرة شو يعني المجرة المجرة هي النجوم وما يدور حولها من الجام سماوية طبعا المجموعات النجمية بالاضافة الى المجموعات النجمية والغبار والغزان يعني المجرة يعني احنا كمجموعة شمسية يعني كوكب الارض الموجود في المجموعة الشمسية تابع للمجرة يعني المجرة هي الأشمل او الاكبر طب شو اسم المجرة اللي إحنا عايشين عليها مسميها مجرة الدربة التبانة او اللبانة تمام؟ طيب شو مواصفات المجر اللي احنا عم نعيش عليها اول اشي انه شكلها حلزوني هاي مهمة تاني اشي انها بتضم اكتر من 200 الف مليون نجا تخيل بما انه بنحكي عن المجر يعني عدد هائل وكبير من النجوم وعمرها تقريبا انها تكونت طبعا قدر العلماء عمرها ما يقارب 7 ونص مليار سنة اذا عمر مجرتنا تقريبا 7 ونص مليار سنة وهي حلزوني تشكل وتضم اللي اكتر من 200 الف مليون نجا تمام كمان بعض المعلومات عنها انه بيحكي انه العلماء بيعتقدوا انه ما لا يقل عن 170 مليار مجرة موزعة في الكون يعني تخيل الكون قد واسع وكبير وهائل بيحتوي على عدد هائل من المجرات يعني هاي مجرة دربة تماني واحدة من هال 170 مليار مجرة طبعا خلال المجرات توصل بيناتها مناطق هائلة وهاي المناطق مش فراغ وانما عبارة عن خلينا نحكي غازات هاي الغازات قليلة الكثافة كالهيليوم والهايدروجين اذا الغازات اللي بتملأ الحيز او الفراغ بين المجرات او توصل المجرات عن بعض البعض هي الهيليوم والهايدروجين طبعا حجوم المجرات متفاوتة او مختلفة في بعض المجرات بسموها المجرات القزمة يعني هي قزمة بالنسبة للباقي ولكن هي عملاقة بالنهاية قزمة بتحتوي تقريبا عشر ملايين نجم اما المجرات العملاقة بتحتوي مئات المليارات من النجوم طبعا بتدور حول مركزها طيب انحيل اسئلة التقويم والتأمل صفحة 140 عندي السؤال الاول طالب بحكيلي رتب الاجرات من سماوية الاتية تصاعدوني حسب حجومها تصاعديا يعني الصغير للكبير عندك مجرات نجم كوكب قمر طبعا انا بدي ارتبها من الصغير لكبير طبعا القمر اصغر اشيه بعديها الكوكب بعديها النجم زي الشمس مثلا بعديها المجرات سؤالي التاني طالب مني كون من المفاهيم والمصرحات الاتية خريطة مفاهيمية عندنا الكون فضاء مجموعات نجمية غازات وغبار نجم أجرام سماوية ومجرات بدنا نتكون خريطة مفاهيمية طبعا من اللي كبير اكتر اشي الكون بعديها الفضاء بعديها المجرات المجرات تحتوي على مجموعات نجمية وغبار وغازات والمجموعة النجمية بتحتوي على النجم وأجرام سماوية تمام هلأ وصلنا للدرس الرابع من هذا الفصل والدرس الأخير من الوحدة اسمه الظواهر الفلاكية ظواهر الفلاكية يعني إحنا أخذنا عن الكواكب عن الرجوم عن الكون فضاء ظواهر فلاكية هي ظواهر بتحدث طبعا في غلاف الأرض نتيجة دخول بعض الأجام السماوية إلها أول ظاهرة عندنا شوب شو يعني شوب شوبه عبارة عن ظاهرة فلاكية يعني ما بقدر أحكى عن شوبه وعجرهم سماوي تمام؟ هو ظاهرة يعني بتحدث طبعا نتيجة خلينا نحكي عوامل أو ظروف معينة طبعا تحدث في غلاف الأرض الجوي وتظهر في السماء على شكل خط لامع يعني كأنها وميد إشي يعني بضوء ولامع وهي عبارة عن أجزاء من الجم سماوية حجمة صغيرة تحترك في الغلاف الجوي قبل وصولها إلى سطح الأرض لازم كنا نركز على كلمة قبل وصولها إلى سطح الأرض يعني شوب هو خلينا نحكي أجزاء أو فوتات من أجرام السماوية طبعا أول مجرد ما تخترق خلينا نحكي الغلاف الجوي للأرض بتحترق على الكامل بطلع عندي شكل هذا الواميد أو الخاط اللامع طلعي شكل زي ما إحنا شايفين هذا هو الشوب هو عبارة زي شرار أو واميض أو ضوء أو كرة ملتهبة ولكن ما بتوصل الأرض بس بالغلافة بتحترق وتعطينا هذا الضوء طيب النيازك شو الفرق بين الشوب ونيازك؟ تقريبا شوب ونيازك بشبهوا بعض لحد كبير بس الفرق بين شوب ونيازك هو الحجم هلأ النيازك أكبر بكتير أو خلينا نحكي كتلتها أضخم بكتير من الشوب فعشان هيك جزء من النيازك بيحترق وجزء إنه بيصطدم من الأرض يعني ساعتها إنه بينزل على الأرض وبالشكل اللي فوها نيزكية إذن النيازك هي عبارة عن إرسام حجرية أو معدنية طبعا جاي من وين؟ الجام السماوية بتدور في فلك الشمس وتعود في نشأتها إلى حزام الكويكبات حيث تشكلت من عدة تصادمات الكويكبات سبب في تحطم تلك الكويكبات واتخاذ شضاياها يعني شضاياها يعني أرزاء منها طبعا مدارات مختلفة عن مدار الأسام متصادمة يعني خلينا نحكي هي صار لها عملية يعني إنها فلتت من حزام الكويكبات هاي الشضايا طبعا اخترقت مدار الأرض زي ما حكينا جزء إنها بتحترق والجزء بتصادم فيه بتشكل فوها نيزاكية فالخطرها رح يكون أكيد أكبر لأنه ما منعرف وين ممكن هاي الكتلة أو الكتلة النيزاكية إنها تسقط تمام؟ فبالنهاية إنه هي أكبر حجم من الشهب زي ما إحنا شايفين هاي نيازك هاي بعد ما اخترقت غلاف الجوي للكرة الأرضية فملاحظ إنها بدها تسقط على الكرة الأرضية طبعا أكيد كتلتها ضخمة وهائلة وكلها من أجسام صخرية ومعدنية فبالتالي خطرها بيكون أكبر زي ما إحنا شايفين هاي نيازك طيب إنحل الأسئلة الموجودة عندي التطوير والمعرفة صفحة 144 طالب مني بالسؤال بحكي لي وضع العلماء فرضية تفسية سبب إنقراض ديناسورات على كوكب الأرض ابحث في هذه الفرضية وقدم تقريرا بوضع يوضح دور نيازك فيها ناقشة زملائك فيه يعني العلماء بيحكي لك إنه افترضوا إنه ديناسورات سبب الرئيسي في إنقراضها هو إيش؟ خلينا نحكي إنه نيازك صدمت بكوكب الأرض فعشان هيك صار عندي إبادة أو إنقراض للديناسورات طبعا جواب إنه افترضوا العلماء قبل 65 مليون سنة إنه ديناسورات كانت عبارة الكائنات المسيطرة على كوكب الأرض فبالتالي جرم سماوي درب كوكب الأرض وأباد بما يعادل 3-4 الحيال التي كانت على هذا الكوكب بما فيها ديناسورات يعني السبب ممكن نحكي الرئيسي في إنقراض ديناسورات هو إصطدام نيازك بتوكب الأرض سؤال الثاني يسبب نيازك عنده تصادم على السطح حفرة ما اسمها ذا الحفرة وأذكر حفرة خلفها نيازك على سطح الأرض طبعا موجود عندي بالشكل صفحة 144 طبعا هاي الحفرة اسمها فوهة نيزكية مثال عليها فوهة نيزكية أريزونا الموجودة في أمريكا طيب نحل التقويم والتأمن صفحة 144 سؤال أول وضح سبب احتراق شوه بعندنا دخول هالغلاف الجوي للأرض طبعا السبب زي ما حاكينا هو الاحتكاك بينها وبين غلاف الجوي لأنه عبارة عن معادن وغازات لما تدخل غلاف الجوي بصير بناتهم تفاعل فبصير عنا احتكاك فبالتالي بصير عندي احتراق لهاي شوه السؤال التاني وضح سبب وصول النيزك لسطح الارض ليش النيزك بوصل لسطح الارض ما زي حكينا اللي شوهب حكينا السبب رئيسي هو كبر حجيبغا واتخاذ الشضايا الكويكي باطر بمتصادمة مدارات مختلفة عن مدارها مما مكن بعضها من اختراق مدار الارض والاستضام بها تمام بهيك ان شاء الله انهينا الوحدة الاخيرة من مادة العلوم الصفي الثامن ان شاء الله نكون استفدنا من هذا الفيديو والفيديوهات الماضية وياتيكم الافيه ترجمة نانسي قنقر